اتعلم يا سامح هناك موضوع هام لابد ان نعرف معلومات عنه انه السياحة نعم يا سامح لان مصر والعديد من الدول العربية لديها امكانيات سياحية هامة معروفة على مستوى العالم هيا نتأكد من روبوت المعرفة اهلا بكما اولا احدثكما عن مقومات السياحة العربية واحد مقومات طبيعية الف الموقع المتميز المتوسط للعالم به المناخ المتنوع المعتدل جيم الطبيعة الخلابة اتنين المقومات البشرية واحد توافر الفنادق والقرى السياحية اتنين توافر وسائل النقل والمواصلات والاتصالات تلاتة توافر مظاهر الحضارة اربعة توافر الامن والامان انواع السياحة في الوطن العربي واحد السياحة العلمية الثقافية مثل السياحة التاريخية وسياحة المؤتمرات والمهرجانات والمعارض اتنين السياحة الترفيهية مثل سياحة الشواطئ وسياحة السفاري والسياحة النيلية ثلاثة السياحة الطبية تنقسم الى السياحة العلاجية والسياحة الوقائية اربعة السياحة الرياضية تتمثل في المهرجانات والبطولات الرياضية كالرياضة المائية خمسة السياحة الدينية مثل زيارة الاماكن المقدسة اكيد السياحة لها اهمية كبيرة في الوطن العربي اليس كذلك؟ بلى للسياحة اهمية كبيرة تتمثل فيه واحد زيادة الدخل القومي للدول العربية حيث تحصل على سبعة واثنين من عشرة بالمئة من ايرادات السياحة العالمية اتنين توفير فرص العمل للشباب في قطاع السياحة او الاعمال المتصلة بها تلاتة تحقيق التقارب والتفاهم بين الشعوب اربعة توفير الاموال اللازمة للمشاريع الصحية والتعليمية والخدمية المختلفة انا شاهدت في التلفزيون وزير السياحة يتحدث عن جهود الدول العربية لتحقيق التنمية السياحية منها واحد الدعاية والاعلان عن المناطق السياحية والاثرية في الدول العربية من خلال المؤتمرات والنشرات اتنين التنسيق بين الدول العربية من خلال انشاء المنظمة العربية للسياحة عام 2005 ميلاديا تلاتة مد الطرق بين الدول العربية وتوفير وسائل النقل المختلفة التي تربط بين الدول العربية بعضها البعض وبين دول العالم اربعة التوسع في انشاء الفنادق والقرى السياحية خمسة حسن معاملة السائحين وتقديم المساعدة لهم احسنت يا سماح واذا تحقق ذلك تتحقق التنمية السياحية والان اترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة